في البداية لابد ما نركز على واحد النقطة اساسية انه كان واحدة معاناة حقيقية دي الساكينة دي السيد اعتمان مع هاد الازبال اللي اللي كتشوفوا على عينيكم ومع هاد المنظر اللي اللي ليشرف اي مقبرة كانت علاش حن المقابر ديال النصارى وديال اليهود كتكون نقية وهاد المقبرة دي السيد اعتمان اللي هي تقريب العمر دياله 80 عام واللي سبق للمزيس الجماعي دي السيد اعتمان اللي كان في النظام السابق اللي كان في اطار جامعة الحضارية سبق خرج مقرار الان تاني مزيس مدينة مع المقاطعة خرجات مقرار على اساس انه تم الازالة ديال هاد الروفات ديال هاد المقبرة وتم الموافقة من طرف وزارة الاوقف والشؤال الاسلامية الا اننا كشوفوا دائما نفس المشكل ونفس المعاناة لكي يعانوا هاد الساكينة بالحق لدرجة ان هاد المنطقة ده بصبحت واحدة لبقرة وبرضي الاسبال اللي عندو احتشي حاجة فيني لو حكي يجي لو حانا وفني هاد احترام الامواد ديال المسلمين فين هو لهذا كنطالبهم كموججمع مدني انه المسؤولين ديالنا ديال الوزارة الاوقاف وكذلك المقاطعة الجماعية والاخوان ديالنا من نيابة عام لانكي تيكتب بعد الميف لانكي نقل ديال الروفات ولا اخر المقابر الجديدة في خص تعجيل بهذه المسائل لانه كان الحمد لله الموافقة من طرف وزارة الاوقاف على اساس ان هاد المقبرة كلها غدتعود تايم مرفق تابع للمشهد بحيث انه غدتدار فيه حضائق اللي غدتكون واحدة متنفس لهذا الساكينة ديال سيدي اعتمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة